أهلا وسهلا فيكن أحبائي متابعيني اليوم الوصفة هي المعجوقة أكلة كتير طيبة وصحية وسهلة وبتنفع كمان للكيتو للي عمل ريجيم بعيد عن النشويات الحشوة اليوم هي عبارة عن لحمة منحشية بحشوة من الجبنة والخضار والفطر بس اليوم النكهة كتير لذيذة ومميزة الحشوة ممكن تكون بس خضرة وجبنة وممكن كمان نحشية خضار مع اللحم وجبن رح نبدأ بالحشوة عندي معلقة من السمنة رح ضيف عليها بصلي كبيرة مفرومة فرم ناعم ومعلقة صغيرة من التوم المهروس وبشوحهم هلأ بننضيف لفلفل المقطعة تقطيع ناعم ومنشوح الخضار مع بعضها تاخد من نفس النكهات كمان عندي هون علبتين من الفطر لمقطع تقطيع ناعم بشوحهم مع بعضهم هون ممكن نحط اي نوع من الخضرة ممكن ندرها ممكن فليفلي لونه اخضر ببدأ بحط الملحة للمطيبات كلياتا بتظهر عنكن على الشاشة بدي ضيف بودرة توم وبودرة بصل وبعدين بدنا نضيف رشة صغيرة من الكاري بيعطيني طعمة كتير طيبة لهي الأكلة ممكن كمان ضيفو شوي رشة كمان من الكزبرة الناشفة للي بحب يعني البهارات متل ما انتو بتكون منشوحهم تتبل الخضار وبعدين بنتركها على جنب لحتى تبرد بس تبرد الحشوة تماما بتضيف عليها الجبنة اللي بتسيح جبنة موزاريلا جبنة اشقوان متل ما انتو بتكون والكمية كمان متل ما انتو بتكون بس ما بننكتر كتير لانه ما بدنا الجبنة تطلع خارج المعجوقة أثناء الشوي هلأ عجينة المعجوقة هي عبارة عن لحمة ناعمة جدا ضفت عليها بصلة كبيرة مبشورة ومصفية من الماء هلأ بدي ملحان دي كيلو من اللحم حضيف عليه معلقة كبيرة ونصف من الملح بدي ديف عليه هون بهارات اللحم بهارات مشكلة معلقة صغيرة مليانة ومنضيف عليه هون نصف معلقة صغيرة من الكاري كمان بتعطيني طعمة كتير طيبة هون عم نضيف نصف كوب من التوس ممكن نضيف نصف كوب من الكعك نصف كوب من الخبز اليابس المطحوم نندعكن كتير كتير منيح لحتى تصير مثل عجينة متماسكة هلأ منبدأ التشكيل بدنا ناخد اي اطعم النايلون او كيس نايلون بلاستيك غزائي وباخد اطعم اللحم بدي مدى بهذا الشكل بشكل دائرة بهذا الشكل بدي تكون رفيعة يعني ما في سماكة حتى تستوي معنا بسرعة حتى ممكن نعملها على الفحم ممكن نعملها على المقلاية على النار او حتى بالفرن فبدي تكون طبقة رفيعة فساوي الطبقة اولى وهي الطبقة التانية ومنبدأ منحط الحشوة بمنتصف القطعة بهذا الشكل ولنكتر كتير من الحشوة حتى ما تخرج لخارج رص المعجوقة لانو اللحمة هلأ بده تكش شوي لما منحطها على النار ان كان على المنقل او بالفرن فلما بتكش اللحمة شوي بصغر حجمة ما بدنا الحشوة تظهر وتطلع لبرة باخد القطعة التانية من اللحم بواسطة الكيس او البلاستيك الغذائي وبحطها فوق القطعة الاولى بمسدهم هيك بهذا الطريقة بيلزقوا الطبقتين مع بعضهم متأكد انو انلزقوا من الاطراف اي صحن او وعاء او زبدية مدورة عندي هيك بقطع الزوايد وبشيل كل زوايد اللحم صار عندي قرص المعجوقة جاهز هيك صار عندي القرص جاهز سكر كل الاطراف الكيس النايلون او البلاستيك الغذائي بساعدني بشيلها وبحطها على الصينية صار عندي اول قرص وبدنا انكمل كل الكمية بهي الطريقة بحطهم هيك جم بعضهم بهذا الشكل منكمل بقية القطاع كمان بنفس الطريقة ممكن نحتفظ فيهم بالفريزر قبل رمضان انا بعمل كمية وبحطها بالفريزر بجمدهم وبعدين بحطهم باكياس او بعلاب بالفريزر هدول مجمدين طلعتهم بالفريزر حطيتهم بصواني دهنت الصواني بالسمنة ممكن تحطوا ورق زبدة وممكن من دون ورق زبدة بس مندهن الصواني صواني الفرن بالسمن ومنحط كمان شوية سمنة على السطح المعجوقة اليوم المعجوقة بدي اعملها بالفرن ممكن نحطها على المنقل ممكن نحطها على مقلاية ونغطيها بتاخد بالفرن 20 دقيقة لحتى شوف انه نضجت من الاسفل بده شي 15 دقيقة من الاعلى بشعل الفرن شوي الريحة بتشهي وبسكبهم بصحن التقديم مع اي نوع من انواع السلطات والخضار اطيب واسهل الاكلة وفشوفكم بالفيديو الجانب